السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونوا بخير اليوم معنا مراجعة لبرنامج قديل رائع جدا ومجاني لبرنامج clean my mat البرنامج اسمه disk cleaner هناك خيارين الخيار الاول لمسح المنفات والخيار الثاني لازالة تثبيت البرامج الي هو uninstaller طبعا ازالة تثبيت البرامج تختار زائد وتختار مكان الapplications ومن ثم تختار البرامج الي انت تحتاج ان يتمسحه بعدين نتبغط على uninstaller خلينا من هذا الخيار الاول المهم الي هو disk cleaner لاحظ يطيك اكثر من خيار الي هو application cache و الapplication log و البراؤزر data تراش الى اخر انا مثلا بختار الapplication cache و الapplication log عندي خيارين clean all او clean اذا حددت على خيار اضغط على خيار معين واضغطت على clean فقط بيمسح لي هذا الخيار لكن select اللي هو خيار هذا اللي هو اني حط الصح check هذا عملت clean all بيمسح لي جميع خيارات المعملة لا تشك نعمل الان clean on يقولنا are you sure لو انت تريد مسح select المختارة هذي نعمل remove يبدأ يمسح لنا اياها الان يقولنا start again او quit نطلع من برنامج او start again يبدأ من جديد طبعا انا بقول له كويت خلاص ما احتاج البرنامج كذا يكون نسحنا تقريبا 90 ميجا انا قبل امس بسحة 22 جيجا من نظام من application cash طبعا حرامة جدا رائع وخفيف تحصوه في المتجر اتمنى هذه المراجعة تكون افادتكم وانا الان قاعد احمل نظام الام الماك اوس اكس 10.11 ان شاء الله باذن الله سأفعلكم مراجعة لها اول ما انتي تحميل طبعا راقي حوالي يوم وست ساعات يعطيكم الف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته